تبدو غير مكتملة ولكن قريباً سيقيم فيها أكثر من مئة شخص أشخاص لا يحتاجون إلى سكن فقط بل إلى حماية خاصة أيضاً فمن بين الذين يهربون إلى أوروبا هناك العديد من المثليين جنسياً وغالباً ما يتعرضون للعنف من زملائهم اللاجئين الآخرين هم لاجئون عاديون لكنهم أن يتعرضون إلى عزلة اجتماعية إضافية وغالباً ما يتعرضون للعنف بدءاً من العنف النفسي امتداداً إلى التحقير والإهانة وحتى العنف الجسدي إذ أنهم كد يتعرضون لكسر اليد والأنف إضافة إلى محاولات القتل كما يقولون نادراً ما يتم الإبلاغ عن العنف ضد المثليين في مراكز اللاجئين المساكن الجديدة هنا تم إيجادها بالتنصيق بين رابطة استشارات مثلي الجنس ومدينة برلين بالنسبة لي كان من المهم إيجاد مساكن خاصة للاجئين المثليين هناك أشياء يحتاجها اللاجئ من هذه المجموعة لا تتوفر في أماكن الإقامة المتاحة الأخرى لأنهم يخفون أن يكشفوا ميولهم عندما يقدمون طلب الحصول على اللجوء الآن حصل اللاجئون المثليون جنسياً على مسكن آمناً في برلين وهو الثاني من نوعه في ألمانيا إليكم الآن هذه المجموعة من الأخبار العالمية المتفرقة بدأت اليوم في العاصمة الأفغانية كابل جولة جديدة من المفاوضات الرباعية التي حالوا في السلام الذي يضم مفاوضين من أفغانستان وباكستان والولايات المتحدة والصين ويسعى المفاوضون للتحضير لمحادثات مباشرة جديدة مع حركة طالبان الإسلامية المتشددة وتحديد موعدها التقى الأمير العام للأمم المتحدة بانكيمون بالرئيس البوروندي بيرن كورونزيزا في محاولة لوقف العنف الدائر في البلاد منذ أشهر وتروم زيارة بانكيمون تطوير حوار بين الرئيس البوروندي ومعارضي الذين يعتبرون فوزه بولاة رئاسية ثالثة أمرا مخالفا للدستور في جزيرة فيجي أعلنت الحكومة أن حصيلة الإعصار وينستن الذي ضرب الأرخبي للواقع في المحيط الهادي ارتفعت إلى 28 قتيلا على الأقل معربة عن خشيتها من ارتفاع الحصيلة خلال الفترة القادمة وأعتبر الأسهار الذي ضرب الجزيرة نهاية الأسبوع والأقوى في تاريخ المنطقة في الأخبار الاقتصاد على الرغم من ارتفاع عائدات الضرائب في ألمانيا إلى أرقام قياسية إلى أن مؤشر مناخ الأعمال لا تراجع في البلاد خلال شهر فبراير الجاري وعلى نماهة إيفو للدراسات الاقتصادية نمؤشره لرسل مناخ الأعمال تراجع لشهر الثالث على التوالي بسبب ترجمة نانسي قنقر